ما أبرز ما جاء في الصحف اليوم نبدأ من صحيفة الأخبار مع ميسم رزق تحديدا والتي عنونت هوكستين عائد وسيطا في الترسيم البري أبدى الجانب الأمريكي اهتماما كبيرا بالتطورات على جانبي الحدود مع فلسطين المحتلة حيث بدل في تنوص المستشار الخاص للرئيس الأمريكي عاموس هوكستين إلى تل أبيب أمس في زيارة وصفت بالسرية حيث التقى رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو وعلمت الأخبار أن دولا غربية أبلغت لبنان أن إسرائيل مستعدة للدخول في محادثات حول الترسيم البري رغم اقتراضها سابقا وحص النقاش بالنقاط المتنازع عليها ورغم أن لبنان لم يعترض إلا أنه يعتبر أن النزاع البري يشمل مزارع الشبعة وكفرشوبة والغجر وبالتالي فإن عدم حسم هذه النقاط لا يعني حسم النزاع ولن تكون هناك مقايدة مع التأكيد على أن الترسيم البري ليس مرتبطا بإزالة الخيام في بيروت أفدت مصادر ديبلوماسية بأن لبنان وصلته معطيات عن إمكانية أن يزور هكستين بيروت قريبا لاستكمال الجهود معتبرة أن الإدارة الأمريكية ترى في هذا التطور فرصة لإنجاز الترسيم البري الذي تستعجله منذ انتهاء الترسيم البحري علما أن مصادر رسمية لبنانية أكدت أمس أنه لم يحدث بعد أي تواصل رسمي من قبل الأمريكيين مع المسؤولين في لبنان في هذا الخصوص ننتقل مشاهدين إلى الشرق الأوسط مع يوسف دياب حيث عنونا لليوم استياء لبناني من طلب القضاء الألماني مدهمة المصرف المركزي شهد الملف القضائي لحاكم مصرف لبنان رياض سليمي ورفاقه تطورا جديدا تمثل بطلب القضاء الألماني من لبنان الاستحصال على وثائق ومستندات خاصة بحسابات هؤلاء من داخل البنك المركزي وكشف مرجع قضائي للشرق الأوسط أن النائب العام التميزي في لبنان القاضي غسان عويدات تلقى في الساعات الماضية كتابا من الجانب الألماني عبر وزارة العدل اللبنانية طلب فيها السماح له بمداهمة مصرف لبنان وضبط ومصادرة وثائق ومستندات خاصة بحسابات رياض سليمي وشقيقه ومساعدته وأثار الطلب الألماني استغراب الأوسط اللبنانية التي رأت فيه خرقا لسيادة المؤسسات اللبنانية وأفاد المرجع القضائي الذي رفض ذكر اسمه بأن الكتاب الألماني عبر بوضوح عن رغبته بإجراء مداهمة مباغتة وسريعة بمواكبة أمنية ومشاركة قضاة لبنانيين وذلك في إطار المساعدة الذي يقدمها لبنان للقضاء الأوروبي معتبرا أن الطلب الألماني يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية وتعديا على حصانة المؤسسات الرسمية وكان قد زار وفد من السفارة الألمانية قصر العدل في بيروت والتقى بعض القضاة وأفادت مصادر النيابة العامة التمييزية للشرق الأوسط بأن زيارة الوفد الألماني طبيعية ودورية لصلاحياته وسيادة الدولة ونفت كل ما يروج عن أن الانتربول الدولي سحب مذكرة التوقيف الصادر عن القضاء الفرنسي بحق رياض سليمة وأكدت المصادر أن المذكرة الفرنسية مازالت سارية المفعول وأن الانتربول لم يسحبها كما تردد واستكمالا مشاهدين لقضية الحاكم جاء في الجمهورية ومع سقوط احتمالي تعيين حاكم جديد والتمديد للحاكم الحالي بقي الإجراء الدستوري المتاح هو تسلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري مهامات الحاكم بالوكالة لكن الأخير وبحسب معلومات الجمهورية يرفض الطريقة التي يريدها بعض القوى السياسية له في التسلم وهي كدفعه إلى الجبهة وتجريده من الأسلحة قالت مصادر نواب الحاكم الأربعة للجمهورية يتسلم منصوري مهمة الحاكم في حالتين الأولى أن يتم إقرار الخطة الإصلاحية والقوانين التي أحيلت إلى المجلس النيابي ويطلب منه العمل على أساسها ونحن سندعمه بكل خطواته وإما إعطاؤه التغطية لخطة أعدها واتطلعنا عليها وهي إجراءات وحلول ليست عاطلة وفق الأصول والمتاح فيكون هو مسؤول عن السياسة النقدية بغطاء من الحكومة والمجلس النيابي لتسيير البلد بالتي هي أحسن ننتقل إلى نداء الوطن ماذا جاء اليوم في نداء الوطن هوكستين ريجع تهدئة التوتر وإطلاق تنقيب البلوك 9 في أيلول إذن ما هي المواطيات الداخلية المتصلة بزيارة هوكستين لإسرائيل تفيد معلومات نداء الوطن أن مهمة هوكستين ترتبط تحديدا بتهدئة التوتر الذي تصاعد أخيرا على الحدود الجنوبية وانطلاقا من موقعه على مستوى ملف الطاقة في الإدارة الأمريكية يسعى لاحتواء التوتر لألا يؤثر في التحضيرات الجارية لإطلاق عملية التنقيب في البلوك البحري رقم 9 التابع للبنان في أيلول المقبل في واشنطن وعلى هامش دياراته الأخيرة للولايات المتحدة فقد التقى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري هوكستين ما يعني بأن هذا اللقاء جاء بتكليف من الرئيس نبيه بري الذي كان يتابع الترسيم البحري ولا يزال وفي انتظار جلاء التوتر الحالي على الحدود الجنوبية علم أن قيادة الجيش باشرت تحضير ملفات الحدود البرية القديم منها والجديد مع التدقيق فيها كي تكون حاضرة عندما يأتي الوقت المناسب لانطلاق ورشة إعادة الترسيم البري وتضيف المعلومات أن خرائط الحدود حاضرة أصلا لكن قيادة الجيش تتحوط بالاستعداد لعرضها والدفاع عنها هندسيا ووفق اتفاق الهدنة والخط الأزرق